اشتركوا في القناة اغلى ما يملكه الانسان واخص خصوصياته وكرامته الشخصية وستر اسراره لا يفجره الا عدو منتهك مبين ومجرم جامد حين تبدو احجار البيوت على انقاضها وكأنها انسان ينازع روح الحياة فاعلم بان هذا مبدأ ميليشيا الحوث الانقلابية تعز الاولى دائما ومحافظة الصدارة حتى في عدد المنازل التي فجرتها ميليشيا الحوثية الارهابية حيث تسنمت محافظة تعز القائمة بمائة وتسعة وأربعين منزلا تلتها محافظة البيضاء بتفجير مائة وأربعة وعشرين منزلا ثم محافظة اب بتفجير مائة وعشرين منزلا ووثق تقرير عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل أكثر من ثمانمائة جريمة تفجير على يد ميليشيا الحوثي شملت سبعة عشر محافظة ولا يبدو أن محافظة اجتاحها الحوثيون ظلت بمنجى من جرائم التفجير ويعد تفجير منازل المدنيين عقيدة متأصلة في ذهنية الإمامة الكهنوتية ومن أركان فكرها الطائفي القائم على إيدولوجيا التفكير والعنف والإرهاب والثباحة الآخر ورغم أن ميليشيا الحوثي تمثل الجيل الأخير من سلالة سفاحية العمران ومفجرية البيوت إلا أنها تصدرت تاريخ أجدادها الأسود بمحصلة قياسية تتجاوز ناتج جمع كل جرائم التفجير في عهد الإمامة البائدة ولم تنج بيوت الله ومدارس ومؤسسات حكومية ودور قرآن من إرهاب الخراب الحوثية الذي فجر العشرات من مبانيها في مختلف المناطق اليمنية لكن جرائم تفجير بيوت المواطنين المدنيين المناوئين فكريا للحركة الحوثية تقف في صدارة الضحايا بما يعكس حقدا طائفيا سلاليا ضد الإنسان اليمني لكونه يمنيا ولا يغيب عن هذا مشروع حوثنة المكان وتغيير الخريطة الديمغرافية بما يحقق غلبة للأقلية الطائفية على حساب اليمنيين الأصليين من خلال جرائم تفجير المنازل التي لا تعني إلا تهجيرا قصريا ونفيا طائفيا للإنسان اليمني عن مسقط رأسه شكرا لزمل الذين عدوا هذا التقرير ولمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ علي قل لي مدير إذاعة الصعدة مرحبا بك أستاذ علي مرحبا أهلا سهلا حياك الله أخي الكريم وحيا الله أخوة المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بك حديث اليوم عن تفجير الحوثي للمنازل وهذا الإرهاب وديدا هذه الميليشيا الحوثي الإنقلابية لا يعود هذا الانتهاك وليد الإنقلاب الذي شنته أو الذي قامت به هذه الميليشيا في سبتمبر لكن ربما في الحروب الست التي كانت في محافظة صعدة كان دايدا ميليشيا الحوثي الإنقلابية تستخدم ضد معارضيها وأيضا ربما قيادات سياسية وعسكرية بتفجير المنازل هل كانت تحدثنا عن هذا الإرهاب الذي ربما بدأت بمحافظة صعدة بتفجير المنازل نعم نعم أحييكم بداية أنه طبعا مسألة الحوثيين ومسألتهم التفجيرية أصبحت حاجة ثابتة وواضحة للجميع والناس يعرفونها جميعا وهم في الأساس بدأوا بها قاموا على أساس الإرهاب والتفجير والتدمير والنهب والسلب فبدايتهم في صعدة فعلا كان هناك من يعارضهم ومن قيادات سواء في الدولة أو قيادات قبلية واجتماعية كانوا يفجرون منازلهم في الحروب أول ما بدأوا في الحرب الأولى في 2004 بدأوا بتفجير منازل أبناء مرانا الذين واجهوهم ووقفوا مع الدولة مثلا أمثال مشايخ كثير منهم عبد الرحمن ثابت وشايق المراني وابن قريش والعراقي مشايخ كثير في مرانا وتوسعوا بعدها وبدأوا يفجروا القبائل الأخرى في منازل مشايخ القبائل الأخرى والوجاهات والذين يواجهونهم في ساقين وفي حيدان وفي غمر وفي رازح وفي شدة وفي قطابر وفي مجز المهم في كل مديريات المحافظة كل مكان وصلوا إليه بدأوا يفجروا فيها يعني نعرف أنهم فجروا بيت الشيخ حسين حسين في غمر وبيت الشيخ ابن روكان وبيت أيضا الشيخ عثمان مجلي يفجروا لما دخلوا صادة في 2011 دخلوا مركز المحافظة وبدأوا يفجروا منازل الشيخ عثمان واخوانه وفجروا عليهم الفندق الكبير كاز بلانكا وأرادوا يفجروا الفندق الثاني أيضا الفندق رحبان لكن بعدها فكروا أنهم يستثمرون ووضعوا فيه ما يسموها مؤسسة زيد بن علي الانتاج والتزجع الفني الذي أنتجوا فيه الزواملهم في 2011 إلى 2014 كانوا ينتجوها من هناك صحيح أنهم ما فجروا هذا الفندق لكن أنشأوا زوامل تفجر منازل أخرى في قبائل أخرى وفي محافظات أخرى واستمروا على هذا الحال حتى فجروا في حجة منازل كثير في الجوف قبل أن يصلوا إلى حاشد وقبل أن يصلوا إلى عمران المهم أنه سنوات الحروب الست كانت كلها تفجير والدمار والقتل والسهداف للمدنيين والقبائل والوجاهات القبلية الذين كانوا يقفوا مع الدولة يومها ضد المشروع العنصري والسلالي والتدميري والإرهابي الخاص بالميليشيات الحوثية نعم فكرة هذا التفجير سيد علي ربما أنتم عايشتم هذا الواقع نعم في الأصر لديهم فكرة قديمة من زمان أنه تفجير أو تدمير كل منازل معارضيهم على أساس لا يعودوا إليها ولأنهم يعرفوا أنفسهم هم الحوثيين أنهم سيغادروا الأماكن التي يحتلوها فيبادروا بتفجير المنازل منهم حقداً ومنهم مودعين أصلاً لن يستمروا يعرفون ذلك أنهم لن يستمروا في البقاء في مناطقنا فيبدأوا بتفجير المنازل وهو في الأصل كانت لديهم شيء في التاريخ كانوا ألا إما من قبل عبد الله بن حمزة وغيره من سلالة الرسي كانوا ممارسون هذا الشيء في تفجير تدمير منازل الخصوم حتى أنه معروف لدينا في فترة أحمد حميد الدين لما دمر بيت زيد الموشكي لأنه كان معارض له وثائر عليه وعلى والده فحطم المنزله ورد عليه ذاك بقصيدة جميلة ومعروفة أنه طعن السقوف ونازل الأحجار لما حد المنزله فالمسألة هي مختبطة لديهم تاريخياً وثقافياً وفكرياً لابد من تدمير منازل الخصوم لابد من قتلهم لابد من تشريدهم وتهجيرهم حتى نحتل مناطقهم ومنازلهم وبيوتهم ولأنهم أيضاً خايفين من عودة هؤلاء الناس فيبدأوا بهذا الممارسات الإرهابية والتفجيرية وما إلى ذلك الهدف من استهداف هذه الشخصيات المعارضة والبرزة والاجتماعية بمثل هذه الأعمال نعم أخي الكريم الأداة في الأساس والحقد وكما قلت لك الفكرة العنصرية والسلالية ثم من بعد ذلك هم يستهدفون المشايخ والوجاهات القبلية والكبار والأقوياء ليخيفوا بقية الأفراد وبقية الناس والضعفاء يعني يضرب القوية كالضعفاء مسالمين ومؤيدين ومستسلمين فهم يمارسون هذه الطريقة ويستغلون يعني من ناحية أخرى أنه لا يهاجمون كل القبائل دفعة واحدة إنما كانوا يهاجمون قبيلة قبيلة وتفردوا بها قبيلة قبيلة شيخ شيخ ويفجروا بيته حتى يصبح عبرة لشيخ آخر في قبيلة أخرى يعني يوصلوا الإرهاب بهذه الطريقة إلى قبائل أخرى وأن مصيره كمصير الشيخ الذي سبقه وقبيلة هو كالقبيلة التي سبقت التي واجهت هذا الفكر العنصري والمتطرف والإرهابي أهداف كثيرة كما قلت لك منها الحقد منها التخويص منها الإرهاب منها عدم الرغبها وعدم التأكد من بقائهم في المنطقة المعينة التي استادفوها وفجروا فيها لأنهم يعرفوا أنهم زائلون وأن مشروعهم زائل وإن شاء الله سيزول قريبا إن شاء الله بإذن الله تعالى أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي قلي مدير إذاعة صعدة كنت معنا عبر الهاتف ومعنا عبر الهاتف أيضا فهمي الزبيلي مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة أصعد الله مساءك أستاذ فهمي أهلا ومرحبا بك حديث اليوم حول المسيرة التفجيرية والتخريبية لميليشيا الحوثي الإنقلابية فقدنا الاتصال إذن ربما نعاود الاتصال بالأستاذ فهمي الزبيلي وأيضا العاصمة صنعاء ربما تحدثت تقارير كان النصيب الأكبر لمحافظات تعز واترتها عدة محافظات لكن صنعاء أيضا هي كانت أخذت النصيب بتلك التفجيرات لمنازل المدنيين والمواطنين وأيضا لكل معارضيهم إذا سلم الحجر فلم تسلم محتويات المنازل من النهب والسرقة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال الإنقلاب على الحكومة الشرعية واستخدمت هذا الأسلوب وكما تدعي بأنها مسيرة قرآنية لكن على أرض الواقع مسيرة تفجيرية مسيرة تخريبية مسيرة دمار وحقد وربما أرادت أن توصل رسائل بالإرهاب لكن الأحجار سوف تبنى يوما إذن عاد إلينا فهمي زبادي مدير عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة وجد ترحيب بك أستاذ فهمي أهلا ومرحبا بك أستاذ فهمي ما الذي يمكن أن تحدثنا خلال خمس سنوات عن الأعمال التفجيرية لمنازل المواطنين والمعارضين لميليشيا الحوث الإنقلابية خلال الخمس سنوات الماضية أخي الكريم طبعا الجميع يعرف هذا النهج الذي تستخدمه ميليشيا الحوثية اليوم هذا النهج ليس ولد اللحظة إنما هو تقليداً ونهجاً منذ ألف عام لمصير هذه الإمامة الطائفية السلالية التي تحاول أن ترس الرعب وتقوّف المجتمع خلال هذا الانتهاك الذي يتعارب ويتنافى مع جميع القوانين والمعاكير والمعاهدات الدولية وأيضاً القوانين المحلية التي تجرن قرمت المفاكن إذا كان أخي الكريم يعني لا يجب أن يدخل أحد لا نفتل أي شخص آخر إلا بإذن هؤلاء يدخلون وينهبون جميع الممتلكات ويطردون أن الأطفال النساء لا يستجيبون لعوين ولا لفرق الأطفال والنساء ولا لفرق أحد يمارسون جميع الانتهاكات الحق في الحياة الحق في الصحة الحق في الفعالين ينتهيكون جميع العهود جميع الموافق الدولية وبحسب ما صنقت هذه الجريمة الموافق والعهود الدولية والصفاقية الجنيف الرابعة لأنها جريمة حرب كذلك من فاق روما عام 1898 عد هذه الجريمة لأنها تمثل جريمة حرب ونعطد معها المحكمة الجناية الدولية لذلك لا بد على جميع الحقوقيين على الأنقاميين على القانونين أن نحذفوا هذا الملف الغائد للأسف الشديد أفلتالي هذا الملف غائد تماماً ونحن ندعو من خلال ومن برد أسوال الحكومة ندعو المظامات المحلية ندعو الحقوقيين ندعو الإخوة الذين في الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي غيرها أن يحدثوا هذا الملف ملف تسجير المنازل لأن الإثلاة من العقاب هو الذي يشجع هؤلاء على انتكار مزيد من الجرائم ومزيد من الانتهاكات ومزيد من التهجير القتري ومزيد من التفهير الطائفي حقيقة هذا الملف ملف مؤلم ومؤرق جداً نحن حضرنا فعالية الهيئة المدنية لضحايا تسجير المنازل والله يا أخي الكريم أننا سمعنا ما يجمي القلوب لا يجمي القلوب وإنما يجمي القلوب من حول وبشاعة وما حدثونا به ضحايا المنازل من النفاء من الرجال من الأطفال هناك تسجير قطري هناك تسجريت من هوية يمنية هناك تطوير عرطي تطوير عقائدي لأن المنزل هو يعتبر المكانة الرمزية يعتبر يعني الفعدة الاجتماعي لما يمثلهم مكانة عالية لارتباط الإنسان يمني بالأرض يتباطني بموطنة هؤلاء يهدرون الناس منتهتين جميع الحقوق الأساسية للمواطنين لاهيك عن الأضرار الاقتصادية لاهيك عن النشر العاقب والفراهية أخي الكريم كيف سيكون حال الأطفال أو الأطفال الذي خرجوا من هذا المنزل وشبهدوا وفجر منزلهم كيف سيكون حال هؤلاء الأطفال كيف سيكون التأثير النفسي يعني خلال العوام القادمة ليس فقط أطفال المنزل وإنما أطفال الحي أطفال المنطقة الذي يحطنون فيها أطفال القرية جميعهم أخي الكريم هناك يعني نشر للحقب والانتراهية من خلال هذه الجماعة الصائفية الثلالية التي تحاول بالقوة وبالجبروت وبالعنف أن تحكم هذا الشعب وأن نالهم ذلك طيب تحدثت عن ربما ضرورة تحريك هذا الملف على أكثر من صعيد هنا نتحدث هل ربما هذا الملف لم يعطى اهتمام بتقصير أم هناك المنظمات لم تعطي أولوية لهذا الموضوع وتعمل على مواضيع أخرى بالرغم من أهميته والخسائر التي يتعرض لها أولئك البدريد بمثل هذه العمل لا تقل عن تلك الخسائر التي ربما تمرسها ميليشيا الحوط الإنقلابية بطرق أخرى ما هو المطلوب اليوم سواء كان مجتمعيا أو من تلك المنظمات لتحريك وتفعيل هذا الملف وتصعيده إلى كافة الجهات المعنية أخي الكريم هناك إخمال هناك إغسال لهذا الملف الهام لما لهم أضرار ناسية أضرار اجتماعية أضرار نفسية بشاعة الجريمة و يعني خطرها على المجتمع يعني يجب على جميع الفقين هناك تجاهل تنفس التفجير ليس فقط التفجير هو الانتهاك للمنزل فقط هناك انتهاك كما تحدثنا تهجير التفري والتهجير التفري يعتبر جريمة هناك تفريط هناك انتهاكات لحق الحياة لانتهاك لحق الصحة لمتتعليم هؤلاء الذين سيشردون أين سيذهبون لا يجد لهم أي نأوى لا لا يجدون أين يذهبون أيضا النهض الذي يتم ويصاحب ويراك عملية التفجير أيضا الرعب وبث الرعب والتخويص عندما يتحبون هؤلاء الأبطال والنساء بالقوة وبالعرف إلى خارج المنزل هناك انتهاكات أخير ثاني كما تحدث في جميع القلوب ويجب على الجميع أن الحقوقيين الإعلام أيضا له دور هام جدا وسائل الإعلام يجب أن تقفص يعني مساحة واتعة لهذا البلس كما أيضا نجب على الحقوقيين أن يتم دراسة هذا الملف ودراسة منهجية وفي أطلقانونية ووسقى مع نيض الدولية ونحن أيضا نشكر الأسوأ في هيئة تشجير المنازل لتصميم والضوء على هذا الملف الهام جدا وحقيقة وثقت ورصدت جميع هذه الانتهاكات يعني التقصي وأخذ شهادة الشهود وأيضا المقابلات المباشرة وشخصية مع أطلقها وتوثيقها أيضا بالصوت في الفيديو أيضا توثيقها ورقيا يعني يتم جمع هذه المعلومات وتحليلها والخروج بتقارير حما جدا وأيضا يتم ترجمتها إلى اللغات الإنجليزية الألمانية الفرنسية إلى جميع اللغات يتم ترجمتها به التقارير التي ستصدر وأيضا التقرير الذي صدر قبل أيام يجب أن يلقى مكانا في الموظمات يعني هناك تقارير تفضل لكن من أسد الشديد الشديد أن هذه تقارير يتم تداولها فقط محليا وعبر الوسائل الإعلام المحلية ومفترة محدودة جدا مثل هذا الملس يجب أن يأخذ وقته أن يأخذ مساحة زمنية تافية في وسائل الإعلام وأيضا عند المنظمات الحقوقية المنظمات المحلية يجب أن تنشر هذه التقارير وأن يجب أن يصل أفضل هذه التقارير وهذه الجرائم وهذه التاكات إلى المنظمات الدولية التي تتعي حقوق الإنسان وحناية الإنسان وقوم صرامة وإنسانية هذا الإنسان لكنها الأسف الشديد تتجاهل وتتغادق وتتمهم عهد الجماعة الحوثية بدلا من أن يتم تجليمها وأن يتم إزانتها من الأسف الشديد نجد المنظمات السولية المنظمات اللغاقات المساعدات كل هذه تطل إلى يد الحوثية للأسف الشديد ويقوم بالفكرة عن جرائم هذه الأموال التي تطلهم إلى المنظمات أشكرك جزيلا شكرا أستاذ فهمي الزبالي مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة كنت معنا عبر الهاتف ومعنا الإعلامي والناشط السياسي نبيل الفقية سعد الله مساء أستاذ نبيل سلام الله عليك وعلى الجمهور وعليك السلام ورحمة الله وبركاته سيد نبيل حديث اليوم حول مسيرة التفجيرية لميليشيا الحوثة الإنقلابية التي استهتفت من خلالها منازل المعارضين في مناطق سيطرتهم أو التي وصلت وخرجوا منها كيف تقرأ لمثل هذه الميليشيا أن تحكم بالتفجير وبالخراب وبالدمار وبالتفجير كيف لمسيرة تفجيرية أن تكون لها قاعدة وتحكم اليمن ما المنطقة التي تتعامل به هذه الميليشيا في الكريم لو قبل نجيبها لأسوالك لو عثنا في التاريخ أن هذه الجماعة التي تتعامل لذلك اللحظة وإنما عندما أمر اليمنيين بالخلاف وكذلك ضعف الدولة سأتي على الدولة بحقم أنها هذا حق إلهي لها هذا واحد والشي الثاني تاريخ تفجير الأنبي في القصوم هذه حاجة إمامية قديمة ويجرد في أنبنوة الحكم الإمامية الهدف من ذلك مشر الحوثي هي كذلك كي يرهب الناس وهذا منذ وصول الهادر الريسي إلى اليمن إلى الآن وهو نفس المشيرة من يقرأ تاريخ بالسلام يقرأ تاريخ الإمامية المتواصل وغيرهم إلى أن يصل إلى الحوثي الآن هذا أحفاظ للإمامة يجد نفس المنهي تكتير للألبي هذه عادة تكتير إمامية بل وأن بعضها عندما تجد العقائد كأنه يقول يتعبد الله في هذا إرحاب الناس هذه عقيدة مادم أنهم يقولون أن الحق حق إلهي لهم فتخيل هذه تفاصل تغيرها بالنسبة لهم تفجير للبيض وغيرها أنت تتخيل وكذلك عندما تجد نفسيا لماذا تفجير البيض فيما يتلحو عايش عقدة الكهف وعقدة التهجير في الجبال وغيرها هذه عقدة تبق إلى نسيرة يعني التفجير البيض كذا هي ما دم أنه رجل في الجاب وفي الجبال وكذا لم يعرف للحياة ولا المدنية ولم يعرف قيمة البيوت ولم يعرف قيمة الإنسان ما دم هو مترس الفجال ومختبط الفجال والقهوف وغيرها فهذه العقدة تبق إلى هذا أكل كريم كذلك وأنا أترى أتصفح تقارير قد يعني تخيل من 2014 ومن الهيسلات إلى اليوم هنا تقارير تجري إلى 810 مناجل في 17 محافظة يمينية كل هؤلاء المواطنين معارضين له أو لم يرضى عنهم الحيثين قبل أيام أعتقد في 1 ستمبر أو قد مؤتمر صحتي في مأرب حمل هذا التقرير عن البيوت وغيرها أغلب ما كان البيوت تصدرت محافظة تعيج المرتبة الأولى في تسجيل البيوت ثلاثها محافظة البيضاء وكذلك محافظة المرتبة التالية وبقية المحافظات لـ 810 منزل يعني 810 منزل حتى 810 أسراء وخلفها أقراض من الأوائل وأن تتعرف سينونة البيوت في اليمني وغيرها أن هذا جز سينونة الإنسان اليمني فهو يريد أن يهين الإنسان اليمني يحكم في ثبتها عليه كما يحكم في الشارع نعم فبالتالي إلى أي مدى أسقطت هذه التفجيرات قناع ميليشيا الحوث الانقلابية الزائف التي كانت ترفعه لأبناء الشعب اليمن هي بالشأل عرضت نفسها تماما وهي إذا عتينا نقول أنها عرض أخلاقها هي كما قال محمد ولا تعرف الأخلاق الرجال أتوا من الكهوب لا يعرفون الأخلاق ولا المبادئ ولا القيام ولا غيرهم بإضافة ذلك الأقيدة الإيرانية أو النهجة الإيرانية للجاروجين الذي يكره كل ما هو معادلة ويعتبره يعني لأنهم مرتبة أرصى فلذلك هذه النقطتين عضلة للكهوب وكذلك الأقيدة الجاروجية لأقل الملك الخوطي وجماعته هذه إذنية فلذلك عندما ترامي يعني في مثلا تفكير البيوت وغير وغير البيوت الخصوم وهذه كل الإجمال يعني تدل على الأخضاء التحري التي هم إذا ما قدنا إلى سؤال مثلا تفيل مثلا أن يأتي مشرف مثلا عندنا في منطقة إذن مشرف حوثين كان قاطع في أحد المحافظات وغيرها ويستوي على بيت أحد الخصوم ويتباها بذلك ويطرد أهالي العسرة وكذلك بقى بيستغير بجانبه سكانه أولاده ويطلب منهم إجرد تخيل إلى أي حقارة وصله هذه فهم بذلك يقرع خصوم الكتب التي تنعطيها الناس وكذلك الناس وكلها عروها على الواقع والصعب اليمني ده سيعرف من هي جماعة الحوثي ومن هو الحوثي وما هو التاريخ وما هو ذلك الجماعة المظلومة في صعب الذي لا يعرف عنها شيئا إلا من الإعلان قليل أو ما كان يدعى عبر نترة الأخبار صار الحوثي معروف لدى اليمنيين أنه صارت من هو والإمام وغيره وتسجيراته تقويب البلد والحوثي لا أعتقد أنه كان خس أيام ما رأينا انتخابت عندما صرف مع العبدالله صالح في صنعات هذا أن يسقط لولا لن تكون هنا قوابة جاهزة وغيره وهذه الجماعة وغيرها نحن فذلك في تسجير البيت والأرقام التي تلترون هذا لا بد توتيقها ومحاكمة والحاكمة الدولية وفي كل منظمات وعلى وجهة طفل الإنسان وطوارد الشرعية أن تكون عندما تقول حدث هذا وهذه الأرقام لا تذهب أبدا نعم أشكرا جزيلا الشكر الأستاذ نبيل الفقي علامي وناشط سياسي كنت معنا عبر الهاتف مشاهدين الكرام أترككم مع فاصل قصير ثم أعود إليكم حاكم الله من جليل مشاهدين الكرام عدنا عليكم بعد هذا الفاصل قصير وما زلنا مستمرين معكم على الهوائي مباشرة من برنامجكم مرصد الأحداث حديث اليوم حول مسيرة التفجير والخراب لميليشيا الحوث الانقلابية التي تستهدف بمسيرتها التخريبية تفجير المواطنين والمدنيين وكل المعارضين لهم سواء كانوا سياسيين أو عسكريين وحتى نشطاء لم يفلطوا من هذا الانتهاك لي المواطن اليمني رأي حول تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية والمسيرة التفجيرية لميليشيا الحوث الانقلابية نتابع ماذا قالوا عنها تفجير المنازل هي قريمة يعاقب عليها القانون وهي وسيلة لتخذها ميليشيا الحوثية للضغط على المواطنين لإحضاعهم وتركعهم لاتباع طريقتهم التي يمشوا عليها في إهانة اليمنيين في تفجير المنازل والمساقد والمدارس والبيوت إرهاب الناس ولا يكن نقول لهم هيحات لن نرتب بإذن الله نحن وداخلين صنعة وفاتحين كل بقع وكل شبر ولو يبقى معناها شبر واحد سنقات اللهم فيه جريمة كبرى لا تقتفر لا يسمح بها لا شرع ولا عرف ولا قبيلة لا 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 ما يخضعوش مهما كان مهما طال ذي ولا حيخضعوه بإذن الله ما يخضعوه وإن الناس واقفين لهم بالمرصاد ومهما عملوا ومهما شردوا الناس الناس يعني واقفين لهم بالمرصاد يريدوا الدمار والخراب وقاتل النفس الذي حرمها الله بشكل عشوائي المدنيين والأطفال والشيوخ والشباب ووزيع الناس يؤثر نفسيا وقيل بعد قيل على النساء والأطفال تفجير المنازل جريمة لا يرضى بها لا شرع ولا عرف ولا إخلاق ولا قيم نحن بالنسبة لهم مجتمع اليمني مجتمع الجبل على مراعات القيم وعلى الإخلاق وعلى بني على الحفاظ على كل ما يرفع من سمعة الشعب اليمني بالنسبة لما يحصل من تفجير المنازل هذا عادة دخيلة على المجتمع اليمني صراحة نحن لا نقبل بها ولا يقبل بها كل المجتمعات العالم لا يقبلوا بهذا الأمل الإجراني والله هذا صمت يعني صراحة الأمر صمت غريب وعجيب خاصة يعني في هذا الفترة الأخيرة نحن نشوفهم يعني يتغنوا في بعض الأوقات باسم حقوق الإنسان باسم المراعات المشاعر المجتمع المدني فلكن عندما تكون الأمور في الجانب الآخر نحن نلاحظ النبرات الصوت تختلف بنشاهد غياب المعوث الأممي خاصة عندما تكون الأمور هنا في مارد تفجير المنازل هذا إرهاب هذا من أعمال القاعدة وداعش وكذلك الحوثية الذي الآن يقوم بتفجيرها وبالنسبة للحالات النفسية التي تصاب العوائل والأطفال يدخل أكيد في حالة نفسية وإرهاب نفسية نتيجة تفجير المنازل والإرهاب الحوثية بالنسبة لصمت المبعث الأممي هذا تواطم ونحن نعرفه سابقا كلما كان الحوثي متقدم في الميدان كلما صمت وكلما كان منكسر الحوثي يبدأ بإعلانه ودناها عصابة إجرامية تفجير المنازل وتفجير بيوت الله ودور القرآن لإرعاب الناس وإرعاب النساء والأطفال تكشعر لها الأبدان إجرام بكل ما تعني الإجرام لن يخضع اليمنين مهما حاولوا مهما جاء لهم الدعم خارجيا مهما زادت المعامرة اليمن يشامخ إلى السماء ولن يخضع لأي إسلاليين لأي ميليشيات فنحن نعبى الخضوع ونعبى أن نستسلم سنقاتل بكل ما أوتينا من قوة سنقاتل بكل طاقتنا وقواتنا حتى لا أقول آخر جندي أو آخر قطرة دم تجري في دمائنا إن شاء الله والنصر حليفنا إن شاء الله تعالى بهذه المعنويات العالية تنكسر هذه المسيرة التفجيرية إذن تابعنا أراء المواطنين إذا مشاهدنا الكرام ما زلنا مستمرين في النقاش حول هذا الموضوع ومعنا عبر الهاتف الشيخ الدكتور محمد راجع وضو جمعية علماء اليمن أسعد الله مساءك دكتور أهلا وسهلا بكم أسعد الله مساءكم وجميع المشاهدين الكرام ومرحبا بكم ووفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين أهلا ومرحبا بكم شيخنا الدكتور محمد نتحدث يعني الأخلاق التي تربينا عليها والتي علمنا ديننا عليها حقيقة في الغزوات وغيرها كان يوصل رسول صلى الله عليه وسلم وهم أعداء وكفار ومشركين بأن لا يقطعوا شجرة ولا يقتلوا طفلا ولا يتعدوا على أحد يعني هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم نحن بمن يرفع هذه الشعارات وأنها مسيرة قرآنية وأخلاق الصحابة ويمشون عليها يفجرون المنازل ويهجرون المواطنين ويعتدون عليهم بكل أشكال الانتهاكات هذا محرم بكل الشرائح الشرائع السماوية وكذلك بالقوانين الأرضية قراءتكم الشيخنا لهذه الأعمال التي ترتكبها ميليشيا الحوث الإنقلابية تدعي بأنها مسيرة قرآنية وتفجر دور القرآن وتفجر منازل المواطنين الآمينين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأثمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الأمين أما بعد فالله سبحانه وتعالى قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقال الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وابعوه خوف وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا شك ولا ري أن الحوثي الذي رفع شعارات شذابة فراقة منها أنه قرين القرآن والقرآن بريء إلى الله من أفعاله وجرائمه ومنها المسيرة القرآنية والقرآن بريء إلى الله عز وجل منهم ومن أشكالهم ومنها أنه ابن رسول الله ورسول الله بريء منهم كما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قال الحوثي أنه ابن رسول الله وكذلك أيضا زعمهم بأنهم من ذوي البطنين وأنهم أصحاب الحق الإلهي وأنه القرآن الناطق بينما بالمقابل نجد أن الحوثي استطاع أن يفعل ما عجز أن يفعله اليهود والنصارى والاستعمار في أمة الإسلام فلو نظرنا إلى ما يفعله الصهاينا في فلسطين نجد أنهم لم يفجروا حتى عشرة مساجد بينما الحوثي إلى ما قبل ثلاث سنوات فجر 750 مسجدا إما تفجيرا وتلغيما كليا أو جزئيا بداية بمركز جماج حينما فجر بعض ملحقات المسجد ثم مركز كتاف ومسجد كتاف ثم دوالي إلى يومنا هذا فجر مئات المساجد التي لو جمعت لأصبحت مدينة عظيمة جدا قام الحوثي بتفجيرها وتدميرها وقام بتفجير أكثر من ثلاثمائة وخمسين مدرسة للقرآن الكريم وهو يزعم أنه صاحب المسيرة القرآنية وأنه قرين القرآن وأنه ابن رسول الله وأنه من البطنين وأنه صاحب الحق الإلهي ولا شك ولا ريك أن أبا لهب وأبا جهل على كفرهم وشركهم وحربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يقتحموا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة ولم يقتحموا بيت أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر الصديق ولم يقتحموا بيوت أحد من الفقراء المستضعفين من المسلمين بينما الحوثي وهو يرفع هذه شعارات الكذابة البراقة التي تعج بالثقية والنفاط والزندقة يدخل إلى بيوت اليمنيين فيفجرها ويلغمها ويصادرها وينهبها ويدخل إلى غرف النوم وإلى أسرة النوم ويدخل إلى الخبايا والزوايا ويدخل إلى ملابس النساء ويدخل إلى حاجات المكالف ويمارس أعمالا بربرية همجية إرهابية كتارية ويمارس كل أنواع الفسوق والفجور والإلحادي والإجرام ويغير دين الله ويبدل شريعة الله ومع ذلك هو يحمل شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وما قتل يهوديا ولا إسرائيليا ولا أمريكيا وحمى السفارة الأمريكية حماية كاملة بينما اعتدى على جامعة الإيمان واعتدى على مرشد دماج واعتدى على كل مسجد من مساجد المخالفين آخر شيء قبل الجمعة الماضية سطوا على مسجد السنة في منطقة سعوان في شمال صنعاء وأخذوه طهرا وظلما وتجبرا وإجبارا وإستادا وهم يقولون للناس الموت لأمريكا الموت لإسرائيل ولهذا نجد أن الحوثي استطاع أن يخدم اليهود والنصارى وأن يخدم الزنادقة والملاحدة في تفجير بيوت الله عز وجل وفي تفجير دور تحفيظ القرآن الكريم وفي تفجير وتلغيم بيوت المخالفين وفي مصادرة أموال الناس وفي الغصب والإجرام والدمار ورب العالمين جل وعلا يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولا شك ولا غير أن أول من اعتدى على حرمة المسجد وقتل في بيت من بيوت الله إماما عادلا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو جد الحوثي أبو لؤلؤة بيروس الديلمي المجوثي الكافر الذي مارس الإرهاب والإجرام وقتل عمر بن الخطاب هو الحوثي الآن يجري بمجرى أبي لؤلؤ المجوثي بالقول والعمل ولهذا نجد أن الحوثي استطاع فعلا أن يرفع الشعارات وأن يسباكى وأن يعمل في ما قيل ضربني وبكى يسبقني واشتكى ويتباكون على الحسين بن علي وهم يفعلون أفعال قتلة الحسين بآلاف ومليارات المرات من القسل والدمار والتفجير والتلغيم وزراعة الألغام ومصادرة المرسبات والمعاشات ومصادرة المستقات النفطية وتجريع الشعب وحرمان الشعب من التعليم إرمان الشعب من الصحة ومن جميع الخدمات العامة والخاصة والبنى التحتية إلى غير ذلك من أنواع الإجرام والإفتاد أشكرك جزيلا شكرا الشيخ الدكتور محمد راجع عضو جمعية علماء اليمن كنت معنا عبر الهاتف نختم مشاهدين الكرام بهذه المشاهد التفجيرية التخريبية التي تبنتها ميليشيا أو مسيرة التفجير والخراب أترككم مع هذه المشاهد حربنا التالبو أنا ما بنزور أترككم معايات العامة 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 عامة العامة 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 الع الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والترجير والقتل والخراب والتدمير لأبناء الشعب اليمني عندما نشاهد هذه المقاطع على التعليق فهي تتكلم على هذه المسيرة التخريبية التي أتوا بها لدمار أبناء الشعب اليمني يوما بعد آخر تتكشف حقائق هذه الميليشيا بشعاراتها الزائفة التي أتوا لحماية اليمنين ومصالحهم بينما نشاهد العكس وهذا هو العدوان الحقيقي على أبناء الشعب اليمني عندما يقومون بارتكاب مثل هذه الحماقات ومثل هذه الجرائم فيها ملا